سوني تكشف عن يدة التحكم الاحترافية DualSense Edge خلال معرض Gamescom 2022 بهذا الفيديو سأشارككم جميع التفاصيل التي تم كشف عنها ونرى كيف DualSense Edge تتقارن بعض الوحدات التحكم المنافسة لها بالسوق خلال العرض الافتتاحي بمعرض Gamescom جيف كيلي ساعد على المسرح وأعلن عن وحدة التحكم الجديدة نيابة عن سوني DualSense Edge هي كنترولر احترافية محسنة تضيف عدة ميزات قابلة للتخصيص على اليد الرسمية اللي هي بالأساس مثيرة للعجاب طبعاً بالماضي سبق وشفنا وحدات تحكم احترافية من شركات مصنعة مثل اللي تمتلكها مايكروسوفت الأكس بوكس Elite Wireless من الجيل الأول والثاني أيضاً شفنا واحدة التحكم من الطرف الثاث من شركة سكوف الريفليكس المخصصة للسوني 5 لكن من على مدونة بلاي ستيشن سوني ذكرت أنها أضافت ميزات جديدة للدول سينس Edge تستحق الاهتمام أولها هي التخصيص الفائق والكبير اللي يتناسب مع سلوب لعبك فرح تقدر تعمل إعادة تعيين أو إلغاء تنشيط بعض الأزرار المحددة والضبط الأيم عن طريق ضبط حساسية عصر أنالوك وأيضاً رح تقدر تضبط الديد زون وبالإضافة لذلك يدة دول سينس الجديدة رح تعطيك القدرة على ضبط حساسية زر التريجر وأيضاً رح تقدر تضبط المنطقة الميتة حسب تفضيلك الكل تريجر بشكل منفصل يعني على سبيل المثال مع العاب الشوتر رح تقدر تقلل مسافة الانتقال المشغلات بشكل يدوي للحصول على تريجرات أسرع أو مع العاب السباق رح تقدر تقلل من المنطقة الميتة للتحكم الدقيق بدواسات الخاصة بسيارتك الميزة الثانية هي إمكانية حفظ بروفايلات متعددة خاصة بك فبمجرد ما تلقي عدادات التحكم المثالية الخاصة بك تقدر تحفظهم بملفات التعريف وتقدر تبدل بين هاي الملفات اللي حفظتها بشكل سريع ميزة أشوفها جداً حلوة في حال انك تشارك الكنترولر مع أخوانك بالبيت وأيضاً هي رائعة في حال كنت تستخدم عدادات وتفضيلات مختلفة لكل لعبة ومن الصور اللي تم إصدارها نقدر نشوف النقش المنسوج على تريجرات هذا الشي من المفترض أن يعطيك تحكم أكثر على تريجر الميزة الثالثة هي ميزة مشابهة الوحدات التحكم الاحترافية وهي القدرة على تغيير أخطية عصى الأنولوج والأزرار الخلفية فرح يكون عندك ثلاث أنواع من أخطية العصى القابلة للتبديل قياسي وقبة عالية وقبة مخفضة تستخدمهم حسب تفضيلك الشخصي رح يوفروا لك راحة وتماسك واستقرار عالي أيضاً ميزة حلوة هي إمكانية استبدال عصى الأنولوج بكل سهولة في حال حدوث أي عطل وبهذا الخصوص سوني قالت أن عصى الأنولوج راح تباع بشكل مفصل الميزة الأخيرة هي الأزرار الخلفية اللي تدعم إمكانية التبديل يعني تقدر تبدل شكل الأزرار الخلفية لنصف قبة أو لشكل الليفر وطبعاً هاي الأزرار تقدر تخصصهم لأي زر آخر هذا الشي رح يعطيك إمكانية تحكم أكثر مما لو كنت تستخدم الدول سيس الأصلية الشي الغريب هنا هو أنه سوني مخلي زر واحد بكل جانب عكس ما هو موجود بيدة التحكم الاحترافية الجهاز الأكس بوكس اللي تجيب أزرار أكثر حتى جهاز ستيم داك يحتوي على الزرين بكل جانب بالأخير سوني ذكرت أنك رح تحصل على كيبل من نوع USB Type-C وحقيبة تحافظ على الكنترولر وباقي الاكسسوارات لحد الآن ما نعرف كم سعرها لكن إذا قارنناها بوحدات التحكم المماثلة إليها بالسوق أعتقد سعرها رح يكون بحدود الميتين دولار بالأخير أعطيني رأيك بالدول السنس الجديدة وهل تشوف الأزرار الخلفية مهمة مع لعب الشوتر؟ اكتب لي جوابك بالتعليقات كان معكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة